هو مخطط خنق لبنان وقطع شرايينه مع المنافذ كأفة برا وبحرا وجوان من البر ستة معابر خدودية شرعية طربط لبنان وسوريا معبر المصنع، معبر جوسي، معبر مطربة، معبر تلكلخ، معبر العريضة ومعبر الدبوسية ومن معبر المصنع في الأمس القريب إلى معبر جوسي صباح اليوم مسلسل الاستهدافات الإسرائيلية للمعابر الخدودية يتواصل والسؤال واحد، إلى ماذا تسعى إسرائيل تحديدا؟ استهدئة في المعابر، أولا يعني معبر المصنع أصبح خارج الخدمة بشكل نهائي اليوم معبر كذلك جوسي خرج عن الخدمة وكان كذلك فيه معبر تعرض بأربع الأيلول الماضي معبر مطربة وهو معبر فتتح بالـ 2022 بين الهرمل والقصير كذلك تم ضربه، يعني ضرب جسر يمر من تحته نهر العاصي وبالتالي كذلك أصبح خارج الخدمة هلأ يمكن القول أنه ليس هناك أي معبر شرعي موجود بين لبنان وسوريا من الحدود الشرقية وبالتالي يمكن القول أنه قد يلجأ العدو الإسرائيلي إلى ضرب أي آلية تأتي من سوريا إلى لبنان على اعتبار أنها تأتي من ممر غير شرعي ويمكن أن تنقض أسلحة أو مقاتلين أو أي نوع من أنواع الدعم لحزب الله إذن أخرجت اليوم كل المعابر الشرعية عن الخدمة من الجهة الشرقية طبعاً إسرائيل يعني تحاول توسيع العدوان باستخدام كل هذه الطرق وبالتالي هلأ هل هذه المعابر تؤدي إلى حصار لبنان؟ من كل برد تؤدي إلى حصار لبنان لأنه أول شيء أن تعطلت الحركة عبر سوريا يعني ما عدلنا أتصال بالعالم على طريق البر طبعاً هناك معابر الشمال ولكن معابر الشمال يمكن إذا كان عليها نشاط لمسلحين أو هكذا افترضت إسرائيل فيمكن أن تدمر كذلك المعابر الثلاثة اللي موجودين بالشمال من البر شرقاً إلى البحر غرباً خوف يلف لبنان من حصار يكرر سيناريو مأساة الألفين وستة لسيما مع تمركز بوارج بحرية إسرائيلية قبالت الشاطئ الجنوبي وانطلاقاً من التحذيرات العاجلة التي كان قد وجهها الجيش الإسرائيلي مطلع أكتوبر لإخلاء الشاطئ من خط نهر الأولي إلى النقورة جنوباً وذلك إلى أجل غير مسمى يعني نحن ندرك أنه هلأ فيه نوع من التحذيرات أو من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل على الشاطئ اللبناني الجنوبي كله يعني من الأولي ووصولاً للنقورة فإذن يمكن كذلك أن تمتد هذه التدبير لتشمل كل الشاطئ اللبناني إذا ما احتدم الموقف العسكري ولم يكن هناك أي تدخل ميداني وبالتالي أعتقد أنه هذا الإقفال من جهة الشرق إقفال جزئي من جهة الغرب وبالتالي إذا تمدد هذا يعني إذا غداً قالت إسرائيل أنه ستقوم البحرية الإسرائيلية بتفتيش كل السفن القادمة إلى لبنان ماذا يعني ذلك؟ يعني أولاً أنه هذا حصار تمويني على لبنان وبالتالي بيصير لبنان معزول عن العالم الخارجي أو على الأقل في هناك تقييدات وساعة أذن يمكن أن تسبب ذلك لأزمات بالمحروقات أزمات بالمواد الغذائية أزمات بالخبز وإلى آخرين وكذلك يعني يجب أن نلفط النظر أنه مطار بيروت هو بحكم البغلق يعني ديهم طيارات الميدليست بيروحوا وبيجوا على لبنان ولكن غير شركة طيران لا تأتي وبالتالي يعني ليس هناك أي ضغط خارجي للإبقاء على مطار بيروت مفتوحة فإذا نحن نقترب أكثر فأكثر من عملية تطويق لبنان مطار بيروت باب لبنان الوحيد جواً نحو العالم وسطات رفيعة المستوى جرت منذ بدء التصعيد العسكري لتحييد المطار عن الصراع القائم وأبقائه كصيلة وصل أخيرة بين لبنان والعالم إلا أن مطالعين يتخوفون من أي استهداف إسرائيلي مباشر للمطار أو لمرافق عامة أخرى كمرفأ بيروت مثلاً ويعتبر هؤلاء أن السبب وراء تأخر الضربة الإسرائيلية ليست كرمة للبنان أو استجابة للوسطات بل من أجل إجلاء الرعاية قبل أن يتوسع العدوان ليطال هذه المرافق إذا قلنا أن الرقابة البحرية قد تكون أكثر سهولة من عملية استهداف المرفأ ولكن نحن طبعاً لا نستطيع أن نبحث عن حسنات في أي إجراء يتخذه العدو الإسرائيلي هو سيذهب إلى أقصى حدود يعني ما يمكن أن يتسبب بإقفال الإقفال على لبنان وبتحقيق أهدافه العسكرية طيب اليوم مطار بيروت يعني هو لم يقفل لكلنا منعرف أنه الولايات المتحدة لعبت دوراً كبيراً في عدم إقفال المطار وفي عدم ضرب المرافق المتعلقة بالدولة وعدم ضرب مرفأ بيروت ولكن دائماً إسرائيل يعني عندما أوصل أمريكيين أمريكيون أنه لا يتم ضرب البنى التحتية ماذا فعلت إسرائيل؟ قالت أنه طيب أوكي لن نقصف المرافق العامة ولكن حيث يكون هناك هدف يتصل بحزب الله سنقصفه وبالتالي تحت هذا العنوان قصف مدينة النبطية قصفت الصور بالأمس قصفت الضاحية الجنوبية تم تدمير مراكز سكنية ومراكز تجارية وبالتالي يعني كذلك إسرائيل تضرب المرافق الاقتصادية في لبنان هلأ اليوم إذا قلنا قد يقفل مطار بيروت ما حدا بيقدر يضمن أن لا يقفل هذا المطار ولكن أنا أرى وفقاً يعني لما جار لغاية الآن أنه لن يقفل مطار بيروت ولكن يمكن كذلك يعني الإبقاء على هذه التقييدات يعني يوم لا يأتي إلى مطار بيروت على طيارات الميدليست عم تشوفة وطيارات يعني بتجيب معاونات إنسانية للبنان وبالتالي يعني فينا نعتبر أنه لبنان معزول يعني الطائرات الميدليست تذهب محملة بالركاب وتأتي فارغة أنه ما حدا عم يجي على البلد وهذا نحن تقريباً هذا المرفق يعني هو اليوم يستخدم لإفراغ لبنان من سكانه أو من الرعاية الأجانية ولا يسلي حضور حداً على لبنان وهذا طبعاً ما يجعله بحكم المقفل براً وبحراً وجوان هو السيناريو المرعب الذي لا يتمنى لبنان الوصول إليه لأن ذلك يعني أن هذا الوطن سيتحول إلى سجن كبير تحت مطرقة الغارات وسندان المجاعة ترجمة نانسي قنقر